بسم الاب والابن الروح الكدس الاله الواحد امين يوم الاربعاء من الاسبوع السابع من الصوم المقدس وواحدة من الاسباب اللي فيها الناس بيرفضوا مشهورة الله لما بيسمعوا حاجة فوق ادراكهم العقلي بيسمع حاجة غريبة وفوق الادراك الانساني العقلاني لانه الانسان عايز يفهم من خلال الملموس من خلال المتقاس الحاجة اللي يقدر يحتويها بفكره بس هل لازم تفهم ان ربنا اكبر بكتير جدا من ادراكك واخبر بكتير جدا من انك تحتوي فكره عشان كده كتير من الاوقات لما بنجي بنشوف ان ربنا بيعلن لنا اشياء سامية جدا واعلى من ادراكنا واعلى من احتواءنا لها ساعات كتير من الاوقات بنرفضها مع انه المفروض الانسان يدرك ان الله هو الله وهو اعظم بكتير من ادراكنا البشرة وعشان كده كتير من الاوقات لما نسمع السيد المسيح يكلمنا عن انه هو خبز الحياة من يأتي الي لا يجوع من يؤمن بي لا يعطش هنا الناس يبتدوا تزمر اليهود ليه لانه كيف يستطيع هذا ان يعطينا جسده لنأكله ليس هذا هو ابن يوسف النجار طبقا الناس هنا يبتدوا يحطوا الملموس المتقاس وبعدين لما يتقلهم كلمة حقيقية يبتدوا ينسوا طب انتوا مش لسه شايفين المعجزة العظيمة اللي عملها انه عمل معجزة واكل الناس ويبتدوا يحط لهم مقارنة مع ان ربنا ارسل لهم المن من السماء لكن هو نفسه الخبز الحي وهنا يتزمر اليهود لانهم حطوا الكلام في المتقاس فقالوا له ازاي انه هو يقول انه هو خبز الحياة الذي نازل من السماء فالمسيح قال لهم خلاص لا تتزمروا فيما بينكم لا يستطيع احد ان يأتي اليه ان لم يكتذبه الاب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم الاخير فانه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من ابي وتعلم فهذا يقبل اليه نخضع لارادة الله ونرفع قلبنا لي ان هو الاعظم فوق كل شيء واننا كانسان اخضع لهذا الفكر واخضع لارادة الله فيكون لي الطوبة ربنا يكون معاكم والإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد امينو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا